هناك أنباء عن تنقلها التلفزيون الرسمي المصري عن إلقاء قبض على عناصر من جماعة الإخوان المسلمين كانت تقوم بعمليات الترويع والسرقة والنهب بحسب التلفزيون المصري مرة أخرى إليك سيد ديفيد كينر من مجلة السياسة الأجنبية في ظل ما يحدث على الأرض وفي ظل ربما استغلال محبة المصريين للجيش واستغلال نقطة أن الجيش لن يطلق رصاصة واحدة بحسب ما أعلن الفريق سامي عنان الذي كان موجودا هنا في واشنطن قبل ساعات وتوجه إلى مصر قال لن نطلق رصاصة واحدة في صدور المحتجين رصاص الجيش المصري موجه لأعداء الخارج وليس للداخل هل تشعر بأن هناك استغلال لهذه العلاقة الحميمة والثقة بين الشعب والجيش في تمرير سيناريوهات ربما لا يرغبها المحتجون في الشوارع أعتقد أن هذا الأمر موجود الجيش له صمعة طيبة بين الناس كحامل الاستقرار والناس الذين يقفون هؤلاء البلطجية ومحاولة إيقافهم عن إطلاف المتحف أو هيئة السشعار السؤال الكبير هو ما الذي سيقبله المحتجون حتى يبتعدون عن الشوارع هل يريدون إبعاد مبارك أم نظام ديمقراطي كامل هذا لا نعرفه حتى الآن وبما أن المسألة مسألة إبعاد مبارك لنتخيل معا هذا السيناريو أنه ربما نتيجة للضغط الشعبي المتواصل في الشوارع تنحى الرئيس مبارك سيبقى الحزب الوطني الحاكم سيبقى مجلس الشعب سيبقى مجلس الشورى ستبقى وزارة الداخلية ستبقى أسماء كثيرة من رموز النظام السابق هل يرضى المواطن المصري ببقاء هذه الأسماء ورحيل مبارك أم أن النظام بأكمله سينهار على بكرة أبيه وهذا ما يريده المواطن وبالتالي تزداد المسألة الصعوبة أجد من الصعوبة بمكان أن يخرج مبارك من المصرح السياسي ويبقى كل شيء آخر أين ذلك في تونس حيث زين الدين بن علي هرب وبسرعة الحزب الحاكم ينهار بعده أعتقد أننا من المرجح أن نرى موقفا مشابها في مصر ليس من المرجح أن ينهار مبارك رأس الدولة وأن يبقى نظام بعده في ظل غياب ظهور أي مسؤول رسمي وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك الرئيس الحالي في مصر وفي ظل عدم ظهور علني سواء على شاشات التلفزة أو في تصريحات وترك المسألة برماتها للشارع هل ترى ذلك شيئا صحيا من الناحية السياسية من الناحية القيادية بالنسبة لمصر لا أظن أن هذا أمر صحي أعتقد أنه من الضلور بعد ثلاثين عاما من حكم مبارك أن يكون هناك تحرير من الركود والجمود السياسي الذي كان موجودا المصريون عاشوا مع مبارك ثلاثين عاما وخلال هذا الوقت السياسة لم تتطور لم يكن لك مجال للتأقلم مع زعيم واحد وما رأيناه في هذه الاحتجاجات هو إحباط بسبب هذا الجمود وعدم القبول وأن جمال مبارك سيستمر بعد أبيه ليصبح رئيسا إذن من الصحي أن السياسة المصرية أخيرا تختلف أو تبتعلن هذا الأمر ولكن أعمال الشغب على الأرض قد تؤدي إلى أن رجل قوي سيتولى دمام الحكم في مصر سأبقى مع الشأن السياسي سأترك الأوضاع الميدانية ربما قليلا وأعود إليها لمناقشاتها معك أيضا سيد ديفيد بعد قليل ولكن بقاء الصورة على ما هي عليه الآن بحسب التشكيل الجديد والتغييرات التي أجراها الرئيس مبارك تعيين اللواء عمر سليمان نائبا له تعيين اللواء أحمد شفيق كامل اللواء الركن أحمد شفيق كامل في منصب رئيس الحكومة الجديدة بما أن حتى هؤلاء لم يظهروا على الناس لا حتى اللواء عمر سليمان ظهر على الناس ليطمئنهم لا حتى أحمد شفيق كامل عدم الظهور العلني لهذه الشخصيات المعينة حتى يضر بالصورة ولا يفيدها هذا يظهر أن النظام في حالة عدم التوازن ولا يعلم كيف يتعامل مع هذه الاحتجاجات ولا يعلم ما يريده المصري العالي وليس لديهم ما يمنحوه في الوقت الراهن هم يريدون استخدام الاستراتيجية القادمة الخاصة بوقف هذه الاحتجاجات وتدخل الجيش لإيقاف البلطجية وعالة الاستقرار للموقف وسيلتزمون بذلك لفترة أطول ليروا هل هذا سيهدئ من الوضع أم لا رأينا ذلك في خطاب الرئيس مبارك بالأمس هناك ابتعاد عما يشعر به المصري العادي ويقوله لا يبدو أنه لديه ما يقوله في اللحظة الحالية فقط أتابع على بعض شاشات التلفزة الأمريكية صورا لمواطنين يمسكون بعصي خشبية وبصيوف وربما نوع من الأسلحة البيضاء يقفون بها في الشوارع لا أعلم إذا كانت هذه من عناصر اللجان الشعبية المشكلة لحماية وتأمين المنازل والمناطق السكنية أم أنها لأعمال البلطجة التي تمارس على قارعة الطريق وتقوم بمهاجمة الناس ربما من وقفاتهم تبدو الصورة على أنها لجان التأمين الشعبي المشكلة من قبل الناس لمتابعة سير الأحوال على الأرض من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف الطبقات كما أتابعها شبكات التلفزة الأمريكية تمكنت من الحصول على صور لهؤلاء ومنهم من يمسك أيضا حتى ببنادق في محاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية على الأرض ومحاولة منع أعمال السلب والنهب غياب المسؤولين حتى اللحظة والتأويلات حول غيابهم هناك تقرير أعددنا يقرأ في هذه التأويلات لماذا غابوا وما الظروف التي تمنعهم من الظهور على الناس دعونا نتابع مشاهدينا هذا التقرير ونعود للمتابعة بعد كلمة طال انتظارها أكد فيها الرئيس المصري حسن مبارك إصراره على البقاء وألن فيها أنه يرفض التنحي عن السلطة كلمة أوحى فيها بما لم يقله أي الاستعداد لعدم الترشح وإلغاء مبدأ التوريث عقد اليوم اجتماعا مع عدد من الشخصيات في مقر الرئاسة عين على إثره وللمرة الأولى في ثلاثين عاما نائبا للرئيس فكان رئيس المخابرة المصرية عمر سلعيمان كما عين وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق رئيسا للحكومة خلفا لأحمد نظيف فهل تتكشف الآفاق المظلمة بعد هذه المبادرات وهل هي التفاف على ما أعلنه بالأمس وهل اتخذت تمهيدا لتغيير يحفظ ماء الوجه أم ستدفع المتظاهرين للتخلي عن مطلب التغيير والقبول بالتعديل مبارك أدل بالأمس بسلسلة قرارات معتبرا أنه لا يزال قادرا على السيطرة على الوضع فكان صوته متهدجا الإرهاق بدأ على وجهه وهو أمر يعتبره المراقبون طبيعيا فهو في الاثنين والثمانين من عمره يعاني من المرض بعد عمليات جراحية ويواجه أكبر أزمة في تاريخ حكمه ومبارك أعاد ذكرى قاريب للخطاب الأخير للرئيس التونسي زين العابدين بالعلي إذ جهد لتلبية بعض المطالب مقابل البقاء في السلطة حتى نهاية عهده بدأ بإقالة الحكومة وأرب عن استعداده لإجراء إصلاحات ديمقراطية هو وعد دأب عليه منذ فترة طويلة لكن وقعه اختلف بالأمس فهو يكاد يكون وحيدا الأخبار تتوارد عن مغادرة البلاد أفراد من عائلته وشخصيات بارزة من الحزب الحاكم ورموز كبيرة واكبت حكمه كأحمد عز والأصوات الداخلية تعلوم طالبة برحيله أما المواقف الدولية فعليك استشفافها بالتحليل لم يسمع دعما واضحا إلا من السعودية وليبيا المجتمع الدولي لم يطلب منه المغادرة لكنه يحثه على إجراء تعديلات وإصلاحات في اتشاه احترام إرادة الشعب الساعة المقبلة ترسم مرحلة جديدة والأكيد أنها ستكون الأخيرة لحاكم استمر ثلاثين عاما فتلك هي المسؤولية والأمانة التي أقسمت يمينا أمام الله والوطن بالمحافظة عليها أعود مرة أخرى إليكم مشاهدين ومتابعة مع سيد ديفيد كينر من مجلة السياسة الأجنبية سيد ديفيد ألم يلفت نظرك أن الرئيس مبارك في كلمته الأخيرة للشعب والتي أعلن فيها عن إجرائه تعديلات في الحكومة وتغيير الحكومة والقيام بإصلاحات ألم تقم بعملية مماثلة أو مشابهة بين الخطاب مبارك وخطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وجم التي الشهيرة فيها فهمتكم الآن أعتقد أنه من عدة أوجه هناك أوجه تشابه كثيرة بعض المصريين في الشارع الذين كنت أتحدث معهم بالإيميل قالوا لا أحد يريد إسقاط الحكومة ولكن نريد إسقاط مبارك هناك تغيير واحد سيبعد الناس عن الشوارع هؤلاء الناس خرجوا وخاطروا بمواجهة الشرطة والعنف من الشرطة ويردون تغييرات رئيسية في الحياة السياسية المصرية لا يريدون مجرد تغيير الحكومة بينما الرجل في أعلى القمة السلطة لا يزال موجودا برأيك في حال ما صح هذا السيناريو وحناجر المحتجين في الشوارع زادت من ضغطها وبالتالي تنحى الرئيس مبارك عن الحكم هل يبقى في مصر أم يغادرها؟ برأيك سقط حسني مبارك عليه أن يغادر البلاد لا أتخيله يمكنه أن يبقى في مصر بينما هناك نظام جديد حوله رأينا أن هناك تقارير أن نجليه في لندن مع عائلاتهما وأتخيل ربما أن يكون مصير مشابه لذلك وجود أبناء الرئيس جمال وعلاء الذين دأبا على الظهور علنا على شاشات التلفزة خاصة في أحداث كروية شهدتها مصر على مدار الأعوام السابقة ربما أعطى انطباعا بأنهم منخرطون مع الشعب المصري وأنهم من طائفة الشباب مثلهم في ذلك مثل أي شاب يتابع هذه الرياضة التي تهم المصريين كثيرا الآن وجودهم خارج مصر كيف يقرأ من الناحية الإنسانية حتى على الأقل أين أنتم كعلا وجمال نجلي مبارك أعتقد أن هذا يظهر أن النظام مبارك خائف من هذه الاحتجاجات وأنهم يأخذون احتياطاتهم جمال وعلا كان جزءا من هذا النظام منذ بداية جمال ظن الجميع قبل هذه الاحتجاجات أنه سيكون الرئيس القادم كون أنهم الآن في لندن يظهر أنهم ليس متأكدين من أمانهما في القاهرة وأنهم لا يستطيعان التحكم في الأمور حولهما أنا أتحدث عن ربما لا يستطيعان أن يتحكم في الأماكن الذين كان يعيش فيهما في مصر ونحن نتحدث ربما الساعات المقبلة سنشهد ونبدأ كشاشات إخبارية متابعة ربما مسيرات احتجاجية أخرى في دولة مجاورة لتونس كانت الأنباء تتحدث عن تحضيرات لمسيرات احتجاج شعبية تخرج إلى الشوارع احتجاجا على الغلاء وارتفاع الأسعار وربما المطالبة برحيل النظام وتبدأ عدوى تونس في الانتشار في دول كثيرة في المنطقة كيف تقرأ الساعات المقبلة في دولة كالجزائر ظروفها إلى حد كبير لا تختلف عن الظروف في مصر هذا سؤال ممتاز أعتقد أنه قبل هذه الاحتجاجات كان هناك كثير من الناس يظنون أن الاحتجاجات ستنتقل إلى الجزائر قبل أن تتقل إلى مصر الجزائر لا زالت متوترة الوضع الاقتصادي ليس سيء مثل الوضع في مصر أمر آخر علينا مرخبته في الجزائر هو أن لديهم حركة إسلامية قوية تمزقت في التسعينات بسبب الحرب الأهلية مع الإسلاميين هذا قد يعني أن هناك فرص أقل للقلاق لأنهم شاهدوا ما حدث في التسعينات وكان هناك أعمال عنف ربما لا يردون المخاطرة بأحداث مماثلة لأحداث مصر حيث كان مصر أو كان مبارك عنصر الاستقرار في آخر 30 عاما ابقى معي سيد ديفيد سأعود إليك مرة أخرى أذكر فقط بأن الأنباء تتحدث عن سقوط عشرات القتلى وعشرات الجرحة في الاشتباكات التي شهدتها عموم المدن المصرية اليوم في ثاني أيام الغضب بعد مرور نحو 48 ساعة على بداية يوم الغضب الأول الذي بدأ في الخامس والعشرين من يناير يوم عيد الشرطة بحسب ما تحتفل به مصر كل عام ترجمة نانسي قنقر